طيب عيد ميلاد الشنوية كان مبارح كل سنة وانت طيب طبعا لمحمد الشنوية نجمل كبير محمد الشنوية الحقيقة حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى منتخابنا الوطني كان عيد ميلاد مبارح الحقيقة معرفش لو جاهزين بعيد الميلاد ولا لسه يا شباب قبل اللقاء جاهزين ولا مش جاهزين طيب عيد ميلاد الشنوية لو جاهز طيب يبقى خلينا نطلع لان زميلنا كريم احمد الحقيقة عمل لقاء هام جدا مع النجم الكبير كابتن محمد الشنوية وبعد كده خلينا نبقى نحتفل بي ان شاء الله لما كل الفيديو يوصل هنا القناة نبقى نحتفل مع محمد الشنوية بعيد ميلاده وقبل مباراة السوبر الافريقي بتلات يام خلينا نطلع نشوف زميلنا كريم احمد وماذا قال كابتن محمد الشنوية مع زميلنا كريم احمد برحب بيك كابتننا الكبير كابتن اسلام الشاطر كل التحية لك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي اجوال حقيقة مميزة جدا وتركيز كبير كعادة فريقة النادي الاهلي السوبر الافريقي الالي ورجاء المغرب ان شاء الله بإذن الله تكون هذه البطولة من نصيب النادي الاهلي تحضرات كثيرة جدا لكن الحقيقة في هذه اللحظات يسعدنا يكون معنا محرس مارمو النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني نجمي نجوم النادي الاهلي الحقيقة لشناوي بقولك حمد لله على السلامة شناوي شرفت مصر كالعادة وشرفت النادي الاهلي سوء التوفيق ده ممكن طبعا بيطرق ربنا سبحانه وتعالى لكن في البداية حابب تقوليه وحابب تقوليه لأقول لكابتن اسلام الشاطر طبعا بقول لكابتن اسلام حمد لله على السلامة وربي كده على طول بيكون بسحة دايما وليك 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 ولأسرتك وان شاء الله هو المجموس رشوف حضرتك على طول تطمن عليك يعني ان شاء الله وطبعا الحمد لله على البطولة اللي فاتت على الأداء اللعيبة أدوه بالروح ديك اتهم حاجة بالنسبة لنا احنا كنا راحين البطولة دي كنا لسه مجمعين بفترة أسوارة جدا أنا باشكروا اللعيبة بتاعت المنتخب اللي كانوا موجودين هو الحاجة اللي هم اللعيبة بصراحة كانوا ملتزمين جدا وكانوا كانوا عجلين يعملوا حاجة كنا عجلين ناخد مركز بس الحمد لله يعني ما فيش كانش في توفيق واس يعني بقول لهم انتو كنتوا رجالة وان شاء الله اللي جاي يكون أفضل لنا وليهم يعني وربنا يكررهم في أنديتهم وما يرجعوا دي أم حاجة ودلوتي ان شاء الله احنا دلوتي خلاصنا في الصفحة ديات واندينا دلوقتي مباراة مع النادي بتاعنا عندنا مباراة كبيرة الأفريكي السوبر الأفريكي السوبر مع النادي وانحنا مركزين بشكل كويس جدا احنا خلاص اللعيب بتاعت المنتخب رجعت خلاص عفلة الصفحة وهم مع اللعبة اللعبة كلها كبار وعارفين يعني ايه المسؤولة ايه وعارفين يعني ايه همية المباراة وانحنا كلنا عارفين يعني ايه همية المباراة وانحنا مركزين بشكل كويس جدا خلصنا مبارع على طول جناعة المعسكر على طول عشان نكون موجودين وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويبعنا التوفيق في اليوم الأربع ويبعنا التوفيق وإن شاء الله نرجع بالبطولة للجمهورية إن شاء الله قدر لعبة النادي الأهلي من المعسكر لمعسكر وبطولة لبطولة وهو ده معروف عن لعبة النادي الأهلي لكن أنا عايزها في التنظر طبعاً شنوي استقبال اللعيبة واستقبال الجهاز الفني ليكم إزاي الأسهر معكم إزاي أنا عارف طبعاً شنوي قيمته كبيرة جداً وكابتن فريق النادي الأهلي لكن الاستقبال ده مع اللعيبة ليه مردود كبير جداً شنوي أكيد طبعاً ما تكون غاية فترة طويلة ما بعيدة عن النادي اللي بتاعك وبعناها اللعبة اللي موجودة طبعاً بيبقى فيه أكيد يعني زي يقولوا وحشة إحنا ما وقلوا وحشيننا جداً وإحنا راتوا كنا منتبع بعض ومعاتوا كانوا بيبعاتوا لنا بالفترة اللي فاتتوا وكانوا بيكلمونا في ال بتاعك النادي الأهلي ومجاز الفن طبعاً زي ما شفت مبارح اللي جاهز برضو كان مستقبل بناستقبل كبير يعني اللعيبة ودي حاجة طبعية اللي احنا بقنا فترة كبيرة مشوفناش بعض ودي حاجة طبعية وإحنا طبعاً بشكرهم على الاستقبل ده وإن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله في المطش الجاي إن شاء الله قولت النقطة مهمة جداً يا شنوي احنا عندنا قامات كبيرة جداً وعندنا كابتن فريق وممكن دايما يوميا زي النادي الأهلي الشناوي وممكن يعني موليس سليمان أيمن أشرف كل اللعيبة الحقيقة دي ممكن بتدي مردود كبير جداً لأن انت يبقى عندك أكتر من قائد بيبقى لها مردود كبير جداً في ظل مبارياته في ظل الضغط الكبير جداً داشت أكيد طبعاً إحنا كدنا هنا زي بعض أنا أيمن رامي وليد سولية أي حد يكون موجود في الفرقة بيعرف يعني إيه مسؤوليتين للأهلي وعارفين يعني إيه مسؤولية هم عارفين الكلام ده كويس هم بيبقوا حاسين بالمكان اللي هم فيه لازم نكون مركزين في المباريات وأي مباراة مش مباراة يعني أكنا في الدوري لا أي مباراة نكون مركزين فيها ومباراة اللي جادي بطولة قرية ولازم نكون مركزين وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونكون يوم اللارب عدد توفيكم معنا ونرجع إن شاء الله والبطولة للجمهور وعايز أقول حاجة بس عشان ما نسألش أنا بشكر الجمهور اللي كان موجود هنا في البطولة الشعب المصري كله مصرحة كانوا مسانتنا وإحنا كنا عزين نفرحكم وإحنا نرجع بمركز بس بصراحة أنتم كنت ورانا وفي ظهرنا ومتزعلوا إش اللي إحنا ما أخدناش مركز بس إحنا قدينا وعملنا اللي علينا وكن نفسي إن أخد مركز وأشكركم جمهور النادي الأهلي حيام كان ذكرتها جناوي تواجد في المطار استقبل عيبة النادي الأهلي هتاف كحية كان لكابتن محمود الخطيب يعني هي دي قيمة جمهور النادي الأهلي ومنتظرينهم كمان يكونوا في الملعب بكسافة كبيرة لأن احنا اتحرمنا منهم في السوبر بعدات كانت قليلة جدا مردود الجمهور من وجهة نظر الشناوي شافوا إزاي في المغارة كبيرة زي مبر زي ما بشكر الجمهور اللي كان موجود الجمهور المصري إنه هو كان برضو كان في أهله وزي ملك في المغارات أكيد في المغارات جاي يكون أهلي بس طبعا أنا بقولهم أنتو بالنسبة لنا رقم واحد اللي أنتو كونوا موجودين في المطار وتستقبل اللعيبة بالنسبة لها اللعيبة بتبقى حاجة كبيرة جدا بتبقى حافز لهم كبير جدا أنتو بالنسبة لنا بتبقوا موجودين في الملعب بيبقى حافز لنا في الملعب بيبقى حاطين في المغنى اللي احنا بنرجع عشل انتو ترجعوز اعلانين وطبعا جمهور النادي الاهلي جمهور كبير جدا جمهور عظيم طبعا بكيمة الكابتن المحدود الخطيب عيس النادي طبعا الناس كلها بتحبه طبعا وبكيمة زي الرأي زي الكابتن بيبو اكيد كل الناس بتحبه كل الناس بتستنى لنا تشوفه كل الناس كازم تحتفله الكلام ده كله واكيد طبعا النادي الاهلي بيبقى اي حد ينصر فيه بيكون فخور بيبقى موجود في النادي الاهلي دي حاجة طبعية واحنا فخورين اللي احنا موجودين في المكان ده اي حد بيبقى اي لعيب بيبقى فخور في المكان ده عشان يكون مهور ده وعشان الناس بتبقى مسنده على طول بتبقى في ظهر على طول واللعيبة كلها عارفة كيمة ديتك كويس جدا حتى في الانزمات هم بيقوا في ظهرنا وفي الفرحة بيقوا معنا وكل حالة بصراحة بيقولوا على الحلوة والمرة معنا وإن شاء الله يكونوا موجودين في المباراة ويشجعونا وإن شاء الله نرجع بالبطولة المبارات البطولة تكون لها تركيز كبير جدا نتعرف طبعا المباراة بيكون تسعين دي نحن مش عايزين طبعا نوصل للمباراة الترجيح لكي سيقاتنا كبيرة جدا في كاشل ناوي لكن مطلوب إيه من لعيب النادي الأهل التركيزي بيعمل إزاي في مباراة صعبة زي كده لإن المنافس مختلف عنده جماهرية وعنده سرعات وعنده لعيبة كبيرة جدا أكيد المباراة اللي مباراة تبقى مباراة واحدة دي بتبقى عايزة هدوء عايزة تركيز جميل جدا بيبقى فيها كذا سوناريو وبيقى ماشيين عليه تمام أهم حاجة بيبقى إحنا من نفس تعليمات المدرب بيبقى عمل سوناريو المباراة إحنا ده لازم يكون هادئين ويكون صبورين زي ما بيقولوا والنافس تعليمات المدرب وأكيد إحنا ندرسهم كويس وما يدرسونها كويس ونلعب على نوع ضعفهم المباراة الكبيرة دي كلها بتبقى هي بس تفاصيل صغيرة إنت لو عملتها تكسر المباراة يعني المباراة تمسي بأي شكل بقى توصل لدرات كازا توصل لأي حاجة دي بقى دي بقى كسير المباراة يعني بس أعمل حاجة نركز بس في شغل المدرب ونركز في التفاصيل وإن شاء الله يعني كون التوفيق لنا ونركع يعني مبسوطين ونشاء الله بإذن الله تتقلق في هذه المباراة ويكون سر نجاح جمهور النادي الأهلي ويكون انت ان شاء الله كون سر النجاح لا ان شاء الله وانت طيب طبعا وان شاء الله الفرقة كلها ان شاء الله إن هي تبقى تجيب البطولة للجمهور مش شنا والواحد وإحنا فرقة جمعية وكلنا ان شاء الله نركع بالبطولة شكرا شكرا بنشكر أكيد كابتننا الكبير كابتن نادي الأهلي وحارس مرمو منتخبنا الوطني وأيضا كمان كابتن منتخبنا الوطني محمد الشناوي على هذه التصريحات إن شاء الله بإذن الله الهدوء اللي احنا تتقديم فيه مع النادي الأهلي والهدوء الكبير اللي احنا شايفينه مع الشناوي واضح التركيز الكبير جدا مع فريق النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله كابتن إسلام ثقاتنا كبيرة جدا في كل اللحيبة عندنا أمل كبير إن احنا نعود إن شاء الله بإصرار اللحيبة وبجمهور النادي الأهلي اللي هيكون عليه دور كبير جدا يا كابتن إسلام إن شاء الله زي ما أنت عارف أنت كنت أحد نجوم فريد نادي الأهلي وعارف يعني إيمته الجمهور الكبيرة وعارف يعني إيه يكون استاد أحمد بالعلي يملأ مدرجاته بجمهور للنادي الأهلي شفنا مثال كان رائع جدا فيه منتخبنا الوطني إن شاء الله بإذن الله المرضود ده يكون مع النادي الأهلي يوم 22 إن شاء الله يا كابتن إسلام نفرح ونفرح كل جمهور النادي الأهلي ويكون لنا بقى لقاءات ويكون لنا احتفالات كعادة فريق النادي الأهلي وكعادة كواليس قناة النادي الأهلي يكون فقط وحصريا على شاشة قناة النادي الأهلي لكن في هذه الحظات أعود إليكم كابتن إسلام الشطقي